بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله أعزائي الطلاب وفي فيديو جديد هذا الفيديو كثير من الطلبة قام بالتحدث عن أننا نخطئ كثير في الوحدات القياس والكميات وعملية التحويل من كمية إلى الأخرى فأنا هنا سأقوم بشمل جميع القوانين المساعدة في الفيزياء وهي التي خاصة بالمساحات والحجوم الموجودة في الرياضيات زائد الوحدات برموزها وتفاصيلها بمعنى هنا الطول يقاص بوحدة المتر ورمض ميم الزمن بالثاني ورمضها ثاء المساحة متر تربيع ورمضها ميم تربيع بالنسبة للرموز الإنجليزية هنا أم سيكون هنا سكند هنا أم تربيع وبالمثل في الباقي يعني جول الطاقة جول وتقابل طبعا الشغل والطاقة والوضع الحرقة هي أيضا جول وهي عبارة عن كيلو جرام في متر تربيع لكل ثاني تربيع يعني غطا تكتبها باللغة الإنجليزية ستكون هنا متر تربيع لكل ثانية تربيع وهكذا الكيلو جرام القوة هي عبارة عن كيلو جرام في متر لكل ثانية تربيع فبالتالي هنا سيكون كيلو جرام لأنها عبارة عن طاقة أو كتلة في تصارع كيلو جرام في متر لكل ثاني تربيع وتكافئ نيوتن هذا الكلام كله نيوتن ونيوتن تلمز بالرمز أن كابيتل طبعا الكيلو جرام كلنا نعرفه بالكيلو جرام للكتلة السرعة متر لكل ثانية والحجم هو متر تكايب والتصارع متر لكل ثانية تربيع ومتر لكل ثانية تربيع الضغط كيلو جرام في متر للثانية تربيع أو تكافئ باسكال أو تكافئ نيوتن لكل متر تربيع أو تكافئ كيلو جرام في متر في ثانية تربيع كلها وحدات مكافئة للضغط طبعا بالنسبة لوحدات القياس ومع كافئة يعني المتر تكافئ بالسانطي مئة أسالب اثنين طبعا لو أنت أردت أن تحول من متر لسانطي فإنك ستظرف في عشر أسالب اثنين لو العكس ستقوم بتقسيم على عشر أسالب اثنين أو ستظرف عشر أسالب اثنين لأنه في المقام سيخرج للبسط طبعا المتر هو عبارة عن عشر أسالب ثلاثة بالكيلو جرام طبعا كيلو متر أثر كي لماذا؟ لأنه كل واحد متر سنقوم بقسمته على ألف لأنه كيلو متر يساوي ألف متر فبالتالي سنقسمها على متر يعني عشر أسالب ثلاثة وعشر أسالب ثلاثة من المقام البسط تكون سالب ثلاثة متر تكعيب تساوي عشر أس سنتيمتر تكعيب لماذا؟ لأن المتر هو عبارة عن ضرب سنضربه في عشر أس اثنين والكل سيكون هنا تكعيب سيكون ثلاثة يعني فبالتالي اثنين ضرب ثلاثة عشر أسالب آآ ستة آآ في جزئية الكيلو جرام مساوي عشر أس ثلاثة جرام وبالعكس يعني أنت هنا ستضرب أو ستقسم لو كنت بالعكس طبعا اللتر هو عبارة عن ميت ميت أو ألف ملي لتر أو ما يقابل طبعا بالعكس نفس الغصة نضرب أو معكس الساعة ستين دقيقة بالثواني الساعة ستساوي تلتلاف وستمائة ثاني الدقيقة هي عبارة عن ستين ثاني لكن انظر هنا مثلا المتر المتر بالكيلو متر هو عبارة عن ميت ألف متر فهو عشر أس ثلاثة الصنط كما تحدثنا قلنا هو عشر أس ثلاثة اثنين لماذا لأنك عندما تقوم بالتحويل ستقسم على مية لأنه ستقسم على مية مية في المقام عند إخراجها البصة تقوم بالسالب نفس الأمر بصنط تربيع عند تحويل المتر تربيع ستقوم بالضرب في سالب أربعة الطن هو عبارة عن عشر أس ثلاثة كيلو جرام اللتر هي أيضا عشر أس ثلاثة يعني ألف سنت متر تكعيب المتر تكعيب أو هذا ما يسمى المربع أو يسمى كوب طبعا ما هي الكوب هو عبارة عن متر مكعب متر مكعب فيسوي عشر أس ثلاثة لتر بمعنى ألف لتر يعني كل ألف لتر هي عبارة عن واحد كوب من الماء أو واحد متر مكعب ودائما تستخدم في الغازات في البلون في الوحدة طبعا هنا سنتحدث عن المساحات طبعا المساحات المثلث مساحته نص القاعدة في الارتفاع المربع طول الضريع في نفسه تربيع المستطيل طول ضرب العرض شبه المنحرف هو نص مجموعة قاعدتين ضرب الارتفاع المساحة طبعا القاعدتين المتوازيتين يعني لو كان بهذا الشكل مثلا شبه المنحرف فهذه قاعدة وهذه قاعدة مجموعهما والمسافة بينهما هنا ستكون الارتفاع المساحة الكلية للاسطوانة هي المساحة الجانبية زائد Historica مساحتي القاعدتين طبعا المجموع الجانبية للاصطوانة هي عبارة عن دائرة والدائرة مساحتها هي طانق كلام طبعا المساحة الجانبية للاصطوانة هي محيط قاعدة ضرب الارتفاع طبعا محيط القاعدة هو إثنين طانق لأنه دائرة فللعلم فقط طبعا مساحة الكلية للكرة تساوي المساحة في السطح الكرة تساوي اربعة طانق تربيع المساحة الجانبية للمكعب اربع ضرط طول الضرع وهنا المساحة الكلية للمكعب يساوي ست ضرط طول او ضرع يعني ست للماذا لانه يتكلم من ست اضلع المساحة الجانبية طبعا محيط القاعدة حسب السطوانة شكل ما احنا نعرف انها مجموعة ضلعين او مجموعة القاعدتين ضرب اثنين المساحة الكلية لمتوازن مستطلات هي المساحة الجانبية اللي اتحدثنا عنها زائد مساحة القاعدتين بالنسبة للمحيط محيط المثلات مجموعة اطوال اضلاع محيط الدائرة اثنين طامق محيط متوازن اضلاع اثنين طول زائد العرض محيط المستطيل اثنين ضرب طول زائد العرض مجموعة الطول والارض محيط مربع اربع ضرب طول الضلع بالنسبة للحجوم الحجوم حجم المكعب يساوي طول ضرب العرض ضرب ارتفاع طول الضلع حجم متوازن مستطيلات الطول ضرب العرض ضرب ارتفاع حجم الكرة هي ثلاثة على اربع طامق تكيب او اسف اربع على ثلاثة طامق تكيب ارتفاع ضرب محيط مساحة القاعدة طبعا مساحة القاعدة هي طامق تربيع لانها نحن نتحدث عن دائع في بعض النظريات التي ستلزمك وهي نظريات في تاورس هي المطلت او الوطر مربع الوطر يساوي مربع مجموعة الضلعين ميل الخط المستقيم دائما نستخدمها في كثير من العلاقات وهو عبارة عن دلتصاد على دلتصين ودلتصاد هو عبارة عن اي نقطتين النقطة النهائية ناقص النقطة يعني لو كانت هنا صاد اثنين هنا صاد واحد ودلتصين ستكون هنا صين اثنين هنا صين واحد مثلا وبالتالي ستسد ميل الخط المستقيم ودائما ميل الخط المستقيم في العلاقات الثلاثية سنستخدمها مثلا في اي علاقة يعني لو تحدثنا ان الضغط الضغط هو عبارة عن القوة على المساحة فلو كان هنا القوة والمساحة سيكون هنا الضغط لو كان هنا الضغط والمساحة ستكون هنا القوة وهكذا بالنسبة الاسس الاسس تجمع عند ثلاثة زائد خمسة ثمانية الاسس تطرع عند اجراء عملية القسمة اه بالمثل هنا عشرة على ثلاثة طبعا ستكون هنا خمسة ناقص ثلاثة عند اه اشارة تحويل عند تحويل اشارة القسمة الى ضرب تقلب اشارة الاسس المقام للاشارة المخالفة بمعنى هنا مثلا عشرة اوس سالب ثلاثة ضرب اه عند تحويل اخراجها من المقام ستكون عشرة اوس ستة بدل عشرة اوس سالب ستة ومن ثم عملية جمعها سالب ثلاثة زائد ستة ستكون ثلاثة في حالة اه اه المعادلات من الدرجة الاولى ماذا الدرجة الاولى بمعنى انه السين تكون اه اوس واحد فنجمع الحدود المتشابهة ننقل على الطرف الاخر بالاشارة المخالفة مثلا اثنين سين زائد خمسة سنقل خمسة على الطرف الاخر ستكون ثلاثة ناقص خمسة وهكذا اه الرقم مع الحرف يكون ضرب فانتخلص منه سنقوم بالقسمة مع الرقم الموجود مع المتغيب هذه عبارة عن قوانين مساعدة اردت ان انشرها لكم اه اذا كنت ملم بهذه القوانين اه فانك ستساعدك كثيرا في فهم اه العمليات الجانبية في المسائل الفيزيائية شكرا لحسوسنا معكم ولا تنسوا ان تدعمونا باللايك وان تنشر هذا الفيديو بيننا اصدقائكم واحبائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته